السلام عليكم في عالم الحب والعلاقات هناك إشارات صغيرة وعلامات دقيقة يمكن أن تخبرك بالكثير عن مشاعر الشخص الآخر اتجاهك قد تبدو العلاقات في بعض الأحيان مثل حلقة من سلسلة غامضة حيث يحاول كل طرف فهم ما يدور في ذهن الآخر ولكن لا دعي للقلق فأنا هنا لأفك لك بعض الألغاز في هذا الفيديو سأستعرض معك مجموعة من التصرفات التي إذا شاهدتها يمكنك أن تكون على يقين بأن هذا الشخص الذي يقوم بهذه الأفعال يحبك بجنون لذا اضغط لايك وتابع معي العلامة الأولى يبذل جهدا ليجعلك تضحك الضحك هو لغة الحب العالمية عندما يحاول شخص ما بكل جهده أن يجعلك تضحك سواء كان ذلك من خلال نكات سخيفة أو تقليد أصوات مضحكة أو حتى الاستعراض بحركات مضحكة فاعلم أنه معجب بك بشدة هؤلاء الأشخاص لا يخشون من أن يظهروا جوانبهم الطفولية والمضحكة أمامك وهذا يعني أنهم يشعرون براحة كبيرة عندما يكونون معك ويريدون رؤيتك سعيدا الخطوة الثانية يستمع لك باهتمام حتى لأكثر التفاصيل سخافة إذا كان هناك شخص يستمع إلى حكاياتك عن يومك العادي وكأنه يتابع فيلما مثيرا فأنت بالتأكيد في قلبه الشخص الذي يحبك بجنون سيعير انتباهه لكل كلمة تقولها حتى لو كانت تفاصيل صغيرة أو مواضيع تبدو غير مهمة يمكنك أن تكون متأكدا من أنهم يعشقونك بشدة فالحب الحقيقي يظهر في هذه التفاصيل الصغيرة وفي الاهتمام الذي يوليه الشخص لأصغر تفاصيل حياتك الإشارة الثالثة يسعى دائما لأن يكون بجانبك في الأوقات الجيدة والسيئة الحب الحقيقي يظهر في المواقف الصعبة والمفرحة على حد سواء الشخص الذي يحبك بجنون سيكون دائما موجودا إلى جانبك سواء كنت تحتفل بنجاح كبير أو تعاني من خيبة أمل مريرة إنهم ليسوا هناك فقط للتمتع باللحظات الجيدة بل سيكونون أيضا السند الذي يمكن الاعتماد عليه في الأوقات الصعبة تخيل أنك في موقف حزين وفي لحظة ما تجد هذا الشخص يقف بجانبك ممسكا بيدك يحاول تخفيف الألم بأبسط الأشياء مثل تقديم قطعة شوكولاتة أو قول نكتة سخيفة لإضحاكك هؤلاء هم الأشخاص الذين يحبونك بجنون لأنهم مستعدون لتحمل معك كل شيء الإشارة الرابعة يظهر غيرة لطيفة على نحو غير متوقع الغيرة واحدة من العلامات الكلاسيكية للحب لكنها تصبح أكثر وضوحا وطرافة عندما تكون غير متوقعة قد تلاحظ أنهم يشعرون بالغيرة عندما تتحدث إلى شخص آخر أو حتى عندما تولي اهتماما كبيرا لهواياتك على حساب وقتك معهم ولكن بدلا من أن يكونوا مزعجين أو محرجين تكون غيرتهم لطيفة ومضحكة مثلا إذا كنت تتحدث مع شخص آخر ولاحظت أنهم يبدأون بمقاطعتك بإضافة تعليقات غريبة أو يبتسمون ابتسامات طفولية اعلم أنهم يشعرون بغيرة خفيفة هذه الغيرة البريئة هي علامة قوية على أنهم يحبونك بجنون ويرغبون في أن يكونوا مركز اهتمامك دائما الإشارة الخامسة يشاركك أشياءه المفضلة عندما يحبك شخص بجنون سترى أنه يرغب في مشاركتك أوقاته المفضلة وأشياءه قد يشمل ذلك أن يشاركك الأغاني المفضلة أو يدعوك لمشاهدة أفلامه المحبوبة أو يدعوك لتذوق طعامه المفضل هذه الرغبة في مشاركة الأوقات والذكريات الخاصة معه علامة قوية جدا على أنه يقدرك ويهتم بك بعمق تخيل أنك تجلس مع شخص يحبك ويبدأ في تشغيل أغنيته المفضلة ثم يشرح لك بحماس لماذا يحب هذه الأغنية بالذات أو ربما يحضر لك نوعا نادرا من الشوكولاتة ويقول لك هذه هي الأفضل وعليك تجربتها هذه الأشياء الصغيرة تظهر أنه يحبك بجنون ويريد أن يشارك معك لحظاته الخاصة الإشارة السادسة يقدم لك هدايا غير متوقعة طبعا الهدايا واحدة من أكثر الطرق تعبيرا عن الحب لكن الشخص الذي يحبك بجنون لن ينتظر المناسبات الخاصة ليقدم لك هدية سترى أنه يفاجئك بأشياء صغيرة تعكس معرفته واهتمامه بك قد يكون شيئا بسيطا مثل كتاب يعتقد أنك تحبه أو ظهور يقطفها من حديقة داره فقط لإسعادك الإشارة السابعة يتذكر التفاصيل الصغيرة عنك إن القدرة على تذكر هذه التفاصيل الصغيرة حولك هي واحدة من العلامات القوية على الحب العبيق عندما يحبك شخص بجنون سترى أنه يتذكر هذه الأشياء الصغيرة التي أنت نفسك قد تنساها قد يكون قادرا على استرجاع ما قلت في محادثة منذ أشهر أو يتذكر تفضيلاتك ما الذي تحبه في الطعام والألوان وحتى عاداتك الغريبة قد تجده يقول تذكرت أنك تحب القهوة بدون سكر لذا أحضرت لك هذه القهوة المرة أو لقد رأيت هذا النوع من الشوكولاتة وتذكرت أنك قلت لي مرة أنك تحبها هذه التفاصيل الصغيرة تعكس مدى اهتمامه بك ورغبته في جعل حياتك أكثر سعادة وإلى الإشارة الثامنة يدعمك في أحلامك وأهدافك الشخص الذي يحبك بجنون سيظهر دعمه لأحلامك وأهدافك بغض النظر عن مدى غرابتها أو صعوبتها سترى أنه يؤمن بك ويساعدك في تحقيق ما تطمح إليه قد يكون هناك لتشجيعك عندما تشعر بالإحباط أو يساعدك في وضع خطة لتحقيق أهدافك إن كان لديك شخص يقول لك باستمرار أنت تستطيع فعل ذلك أنا أؤمن بك أو كيف يمكنني مساعدتك في تحقيق حلمك فهذا يعني أنه يحبك بشدة هذا النوع من الدعم يا أصدقاء ليس فقط نابعا من حبه لك ولكنه يعكس أيضا رغبته في رؤية سعادتك ونجاحك ونصل إلى الإشارة التاسعة يسعى لجعلك جزءا من حياته الحب الجنوني يظهر عندما يحاول الشخص دمجك في حياته بكل الطرق الممكنة قد يدعوك لمقابلة عائلته للسهر مع أصدقائه للانضمام إلى نشاطاته المعتادة إنه يرغب في أن تكون أنت جزءا من عالمه ويريد أن يعرف الجميع كم أنت مهم بالنسبة له تتلقى دعوة للذهاب في رحلة مع أصدقائه أو يقترح عليك أن تزور عائلته في عطلة نهاية الأسبوع هذه الخطوات تعكس رغبته في أن تكون جزءا دائما من حياته وأنك تحتل مكان خاص في قلبه الإشارة العاشرة وهي من المسلمات يعاملك باحترام وتقدير ستلاحظ أنه يعاملك بلطف واحترام بالغ في جميع الأوقات حتى عندما يكون غاضبا أو مضغوطا لسبب أو لآخر يهتم بمشاعرك ويرغب في التأكد من أنك تشعر بالسعادة والأمان في علاقتك معه ربما تكون في نقاش ساخن مع هذا الشخص لكنه يظل هادئا ويحترم وجهة نظرك إذا كان لديك شخص يظهر هذه العلامات فاعلم أنه يحبك بجنون العلاقات تعتمد على التفاهم والاحترام والمشاركة لذا احرص على تقدير هؤلاء الأشخاص في حياتك والاعتزاز بهم لأنهم يمثلون جوهر الحب الحقيقي الذي يجعل هذه المسيرة في الحياة الدنيا أجمل وأكثر إشراقا نذكر الحب ليس فقط ما تشعر به بل هو أيضا ما تفعله من أجل الآخرين وكيف تجعلهم يشعرون بأنهم مميزون ومحبوبون ترجمة نانسي قنقر